مكافحة الفساد منظومي كاملة، مش بس وعده الشعار. شو يعني الحق بالوصول للمعلومات؟ يعني المعلومات المتعلقة بالمال العام والشأن العام الموجودة عند الإدارة ما بتعود سر، وبيصير أياً كان بلا تمييز يقدر يوصلها ويحصل عليها، والأنون فيه استثناءات محددة. كيف منستفيد من الحق بالوصول للمعلومات؟ هيدا الحق بيسمح للناس يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويحاسبوا الإدارة على أداءة. كمان هيدا الحق بيساعد بمكافحة الفساد، لأن الفساد بيستفيد من العتمة. أديش واردات الخزينة؟ أديش المصاريف؟ كيف عم تنصرف؟ وعشو؟ بغياب المعلومات بتتركب الصفاءات الفاسدة لصالح أصحاب النفوذ، وبتلاقي حالة شركات مضطرة تدفع رشاوة وتعمل واسطة حتى تشتغل. والمواطن نفس الشي حتى ياخد أبسط حقوقه. كل هيدا الحكم نيح، بس وين الفعل؟ بعد جهود كبيرة بلشت بال2006، تم إقرار أنون الحق بالوصول للمعلومات بال2017 وتعديله بال2021، وتم إقرار خطة وطنية لدعم تنفيذه بال2020. حتى يكمل الشغل ونوصل لإلتزام فعلي بأحكام الأنون، لازم كل الإدارات بكل عمليات الدفع اللي بتعملها بـ 150 مليون ليرة أو أكتر. تنشر قراراتها، موازناتها ومصاريفها وتقاريرها السنوية. وكمان اتكلف موظف معلومات وتدربه وتوفره الأدوات اللازمة حتى يرد على طلبات المعلومات ضمن المهلة الأنونية يلي هي 15 يوم وبتمدد لـ 30 يوم إذا استدعت الحاجة وبالآخر طروري كل الناس يعرفوا إنه المعلومات هي حق لهم ويطالبوا بتطبيق الأنون ويستعملوه حتى يتحول هيدا الحق لحقيقة على أرض الواقع عمول حسابك لازم تعرف حتى تحاسب مع الفساد كلنا مندفع الثمن غالي